اشتركوا في القناة في قصر الصافرية هذا اليوم الفريق اول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للقوات الامريكية بمناسبة زيارته للمملكة ورحب جلالة الملك المعظم بقائد القيادة المركزية الامريكية وعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها الاستراتيجية والشراكة التاريخية الوثيقة التي تجمعها مع الولايات المتحدة الامريكية الصديقة والمبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك مشيدا جلالته بالتقدم المستمر الذي اشهده التعاون الثنائي لسيما في الميادين العسكرية والدفاعية لتحقيق كل الاهداف والمصالح المشتركة ونوها صاحب الجلالة بهمية الدور المحوري الذي تطلع به الادهرة الامريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ترسيخ دعائم الامن والسلم والاستقرار الاقليمي والعالمي معربا نرعاه الله عن تغديره لجهود الفريق اول مايكل كوريلا في تطوير التعاون البحريني الامريكي العسكري والدفاعي واشهد جلالته بالجهود الطيبة التي تقوم بها قوات البحرية الامريكية لحماية الملاحة الدولية وتأمين امدادات النفط والتجارة العالمية في الخليج منوها بالتعاون الدفاعي البناء القائم بين البلدين للحفاظ على الامن والاستقرار الاقليمي والمصالح العالمية كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الاقليمية والدولية بما فيها مستجدات الاوضاع في المنطقة من جهته اعرب قائد القيادة المركزية الامريكية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم القائد الاعلى حفظه الله واعتزازه بجهود جلالته في توثيق روابط الصداقة التاريخية وتعزيز التعاون العسكري مع بلاده مشيدا بالدور الحيوي لمملكة البحرين واسهماتها المهمة في حفظ امن واستقرار المنطقة كما حضر اللقاء سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الاركان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر